بسم الله الرحمن الرحيم من كم يوم كده اكتر محافظ في مصر مصور مع طمطماية عليها كلمة الله ومعجزة وازاي بلازم يبصها عسيز بان هو رجل متدين وان هو رجل المحب للدين اولا يعني يعني لما تشوف شجرة فيها عجازات علمية كتير جدا وازاي انها تنتصر عصر من الارض وتجبر وواوا والحاجات كلها وكل ده ملافتش انتباهك ان اكيد حد خلقها ومستني ان انت تقرأ الامضة يعني مش عارف او ليه يعني كان مثلا واحد دخل عمارة كبيرة وشايفة كلها مبنية وهو بش مقتنع انها موجودة غير لما لقى فيه ورقة كده مكتوبة ان العمارة دي تبنت فآمن ان فيه عمارة موجودة يعني انت مفروض ايمانك قوي ما تستناش ان انت تقرأ كلمة الله على ورقة شجر او على قطاع او على بيض اي اولا خلينا نتكلم بقوة او بصراحة كلمة الله عبرها عن ثلاث خطوط وفيه دورية الف لام لام هي فسهلة جدا انها تبقى موجودة في اشكال كتيرة وانت لو بسيط على الطمطمان اللي قابليها هتلاقيها خطين ودورية اللي بقى بعديها اربع خطوط ودورية فبالشيه دي المعجزة وبالشيه تلاقيها معمولة بيعني كأنها مكتوبة لا انت بتتخيلها انت بتعمل اسقاط ان فيه شكل في دماغك فتبص على الحاجة معينة فتلاقيها لسه النهاردة شايف واحد عمل اعجاز والتلفزيور هتصور معها وبص على البحر اللابيد المتوسط والبحر اللاسود فلاك كلمة محمد هل انت مستني ان انت تشوف كده كلمة محمد يعني انت لو تبصت للبحر اللي بعدها هتلاقي واقل هتلاقي مصطفى هتلاقي جرجس هتلاقي يهوزة انت بتفكر في حاجة الموضوع ده هل هو ده عند المسلمين بس لا موجود عند كل الأديان وحتى الناس اللي مش قدين سماوية كان في ناس بيتعبض الارد يقولك حنا نشوفناها في ورقة شجر فازاي على وقت شجر فبدأ بعبود الارد من الفين واربعة من فترة يعني كان سيدوش اتباع على موقع اي باي بثمانية وعشرين الف دولار بعت واحدة اسمها ديانا دايسر من الولاد دي تورت هي طلبت عيش فبتاكل فلاقيت في جزء منه اه ده سيدة مهرج الحزراء ظهرت فرحت من صورها وبعته بثمانية وعشرين الف دولار برضو كان في واحد ماشي اللي هو كستانتين الاكبر فشاف السحابة قالك ده على شكل الصليب فتحول للنصرانين في كل الأديانة كده هتلاقي الناس في دماغ حاجة معينة او بتفكر في حاجة معينة فبص كان يقولك البلاط ده على شكل حجاج طب البلاط اللي جنبيه واللي قابليه هو البلاط بيتعمل بشكل عشوائي ما بقاش في رسمة جواه تمام وانت بتخيل ولو ما حدش قالك عليها بش تاخد بالك منها فبلاش انت مؤمن بحاجة ما تستدهاش بان انت تلوي اي حاجة بحاجة انها تسبت رايق تقول اه ده هم بص 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 شاف الحاجة دي الجبل ده جبل واحد يبقى فيه توحيد فيه ثلاث جبلات يبقى فيه تسليس لا انت اؤمن بأدلة قوية حاجات يعني ما تخليش البارادوليا تضحك عليك وتخليك تشوف اي حاجة عشوائية تشوف ان هي دي دلالة على دلالة متحتك لان ده يبقى دليلهاش فاول تجربة هتوسط خلي ملك بربناك كبير خلي الادلة اللي موجودة في الكتاب بتاعك هو دي اللي تستدل بيها ما تلويش نص الاية عشان تثبت حاجة علمية لان ما كل حاجة علمية اللي الناس اخذت عليها نوبل تطلع في الاغاة غلط يعني بتحصل كتير مش عايزين نخش في الناس بس مثلا نظريات الجاذبية نيوتين تشوف انها بش ثابتة في كل الحاجات ما نفعش مع الاجرام السنوية ما نفعش مع النجوم والكواكب والحاجات دي ما نفعش حاجات تقنيئة كل حاجة ببقى لها حاجة بعد فترة بالنظريات تتغير كان اول يقول لك مثلا الشمس هي اللي بتلف حوالي الارض وبالكال النظريات تغيرت فما تلويش نص الحاجة من ان انت مؤمن بالحاجة ما مش لازم تلوي النص بتاعها عشان تثبت حاجة اللي انت عايزة اشتركوا في القناة